بص بقى انا مش هكلمك عن ازاي تجيب هدايا حلوة ليه؟ لان الهدايا الحلوة مفيش حد بيتوها عنها بتبقى معروفة وغالية وكلنا عارفينها كويس بس يعني بنستعبط بنستحرم بنسترخص علشان كده انا النهاردة هكلمك في الاهم هكلمك عن الهدايا الوحشة اللي مهما حصل اوعد جبه مبدئيا كده قاعد عم الغرض من الهدايا ايه؟ انك تسعد بيا حد مظبوط تجيب هدايا ليه؟ تديها لحد ينبسط صحيح يبقى لما تتنصح وتجيب له بقى هدية كيف تخسر وازنك الزائد بأسهل وأسرع الطرق او 75 نصيحة ذهبية للتخلص من تراهلات البطن والفخاد ممكن اعرف ده ممكن يسعده ازاي؟ مستحيل ايه اللي ممكن يفرحه لما يحس انك واخد باله من تراهلاته؟ صحيح ديشتيمة جده مش هدايا بمناسبة الكتب برضه بلاش الكتب بتاعت التنمية البشرية اللي هي كيف تعيش سعيدا وتتخلص من الاكتئاب والحزن وتصل للسلام النفسي او من حرك قطعة الجبن خاصاتي مفيش اي داعي انك تفكر حد بتاع استه او فشله او جبنته او فخاده المتراهلة مفيش داعي خليك عسيس حاجة تانية بلاش تجيب لحد منتجات او مستحضرات لها علاقة بالنظافة الشخصية ليه بقى؟ ما انت هتجيب شامبو شاور جل صابون معطر مزيل عرق حاجات في السكة دي؟ لا انت مالك معلش او انت والدته؟ يعني هتعمل لي فيها ايجابي وعملي وكده؟ لا ده ما ياكلش هتطلع برضه بجح بالنسبة له قليل الزوش لحف اي نعم مش انت بس اللي شايف انه محتاج يغير ريحته دي الناس كلها شايفة ان دي هداية ممتازة بس برضه ما شتمك الا للليفك اوعد جيب هداية فواحة معطر جو منقه هوا دي انت كأنك داخل عليه بتقوله كل سنة وانت طيب ريحتكو شربات مع بعض او الف مبروك عربيتك مكمكمة اوي فانا قلت انقذ العالم من قرف خلاص هاخد الفكرة دي على استقامتها عشان مرغيش كتير ركز معايا مش هنجيب كورسي اللي هو عادي يصبط الكرش اوه مفهوم مش هنجيب فات بيرنر مش هنجيب شايد دكتور مينج الصيني الاصلي بيبقوا مع بعض لانقاص الوزن فاهم الصيني واصلي كل ده ما ينفعش وطبعا طبعا مش هنجيب ميزان لان لو الهدايا اللي فاتت دي كلها هتعزبه لحظة الميزان هيعزبه لسنين طويلة كل ما هيوقف هيشوفه يحزن فبلاش الهدايا العملية بقى بتنفع ومفيدة بس ما بتفرحش علشان تصدقني يكفي انك تشوف نظرة الاحباط على وش واحد بيتقدم له شربات هدية مستلت شربات مع بعض او طأمين غيارات او كلسونات وبجاما كستور هدايا محبطة اللي واخدها ومش عارف يفرح وبيبقى الاسوق من نظرة الاحباط دي اللي على وشه سؤالك الرخم انت بقال له هاه عجبتك الفانيلات هتعجبه في ايه الفانيلات دي فانيلات انت متقرصش عليه بقى انت سيبه خلاص نصيحة عامة ما تجيبش حاجة على زوءك الشخص يقاوي يعني حط في اعتبارك سيكا زوء الشخص اللي انت هتجيب له هداية انا مرة خلت جابتلي بجاما جينز وقابلتها بعدها في عزوم قالتلي ايه ده انت ليه مش لابس الطقم قلت لها انا مش هخرج بجاما يعني يا طنت قالتلي دي مش بجاما اصلا وقعدت تاكل فراخ وتعيط نعم ما فهمتش خالص ما بتش عارف عامل ايه الاسوأ بقى من الهداية العملية انك تجيب لمرطك هدية جيوفيزيائية بايو كيميائية جيلي مقلبية الحاجات دي زي ايه مثلا اما تدخل عليها جايب مايكروسكوب كرة ارضية قموس المورد التخين ده او بوصلة طقم براجل ومنقلة وهي اصلا تكون مثلا بتشتغل حاكم كرة حاجة تانية المفروض انها تفرح ببرجة ليه معلش يعني هتنزل تخمس بيه في الشارع يعني على الاقل حسسني اني جيت في دماغك سواني كده وانت بتجيب الهداية فكرت فيها خطرت على بالك شوية اهتمام بشلن عكس بقى الهدايا العملية هي الهدايا اللي ملهاش 30 لازمة والنوع ده بالنسبة لي مستفز جدا تتحسب عليك هداية ملمسها سخيف بتزحم البيت تحس كده ان انت عندك ضيوف في القوضة طول الوقت بس فلنتاين محبك تقوى فلنتاين محلا بسبب الفلنتاين ده ماما مقعدة دبدوب كبير على فتيه في الصالون بقاله عشرين سنة واحمر حاجز كرسي كده شغلته كلها انه بيلم تراب وهو عارف بيعرف نفسه بالطريقة ده مساء الخير يا فاندم معاك جمال الدبدوب بألم تراب مساء الخير لا والحاجات يتحس انهم بيرقبوك طول الوقت حاسسينك بالتوتر تلاقي دبدوب قاعد معاك كده وبصاصلك هدايا الكلام الفارغ دي فيه منها كتير بقى مليين البيت عندي والله فيه طبعا العيال الخزف الصغيرة زي اللي بتيجي في علب السبوع دي وعنين اوضاع غريبة كده عندي كتير بقى انا بفكر اقفل بهم البلكونة من الكمية فيه الميداليات الخشب اللي محفور عليها اي كلام فارغ جميلة بتعوارك وفيها قلبه وحرفه وسن قطع لك البنطلون لطيفة قوي طعفة كل الكلام ده ابعد عنه ما تجيبش حاجة خالص اكرام لك انا عندي والله هتجيب الملبس اللي بيبقى في علبة السبوع وما تجيبش البتاع الخزف العرة اللي بيبقى معادة انا لما تجوزت عمتي جدت بريكلي وجابت لنا زرفتين خشب طوال قوي بالحجم الطبيعي مش بحجم الخشب الطبيعي لا بحجم الزرافة الطبيعي وبرواس كبير مدهب تخين فيه صورة منظر شلال بينور ويطفي وسندوق بيلي انا لحد النهاردة بحاول افهم هيك انا قصدها ايه بجد بالذات الزرافتين الافريقي دول هل دي رسالة مثلا يعني عايزة تقول لي ان انا مطور رقابتها انا مش فاهم كان عندي خال برضو الله يمسي بالخير كان دايما يجيب لي كل سنة في عيد ميلادي شهدت تصمر من الفئة جيم كل سنة نفس الهدايا اه الهدايا دي اللي لا عملية ولا حلوة ولا مفيدة ولا جميلة ولا اي حاجة هي اسوأ نوع لا لا سواني فيه الاسوأ الهدايا قللت الزوق لما تجيب لي حد كبير في السن شوية جهاز اياس السكر مثلا او جهاز ضغط او مشاية غالية وكل حاجة بس يعني انت ناقص تجيب له عقد ايجار جديد في مقابر البساتين احسن ليه قلت الزوق دي؟ هتقول لي اصلي ماما عندها السكر وبتحتاج تقيس وكده لا ولا وبرضو ما تعملش كده على الاقل ما تجيبوش هدية هاتوا بدوموا ناس باي اخي خلي عندنا تنييز وفيه هدايا كده بتبقى غمضة تفضل تقلب فيها يمين الشمال انت بتسأل اي دي؟ ولا ليها كتالوج ولا كتاب تعليمات ولا اي حاجة انا حصلي كده مع صاعق النموس الكهربائي ده عاد تكتشف فيه اسبوعين كان معه ورقة مكتوبة بالصيني كده وانا مش فاهم طبعا الاول افتكرته مضرب سكواش عادت يعني استعملته على هذا الاساس فترة كان ظريف لحد ما لقيت انه بيشتغل بالبطاريات ففهمت انه جهاز مساج للظهر عجبني بقى جدا هو بيوجع بس للظريف يعني عملت بيه جلسات طويلة فين وفين لما ولاد الحلال فهموني انه بيقتل النموس كنت خلاص بتعالج من كهرباء زيادة في المخ في الفترة دي بس عملولي ارضي وبقيت زي الفل الحمد لله فياريت ما تجيبش لحد هدية من غير ما تشرح له دي ايه؟ اهلا وسهلا